اشتركوا في القناة الحمد لله وكفاء وسلام على عباده الذين اصطفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غنيظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال ربنا جل جلاله والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وعقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفخل شيء في ميزان العبد يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلوق حسن الخلوق جناح لا بد منه مع التقوى أن يطير بهما العبد إلى الله فلا يكفي للعبد حسن صلاة منه وصيام وقيام وذكر لله تبارك وتعالى دون خصلة حسن الخلق مع الناس ولو فعل ذلك لذهبت أعماله سدى بل ولن تقلت إلى غيره من مظالمه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال حث للانتباه يحثهم على الانتباه أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقيت عليه أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى عذب امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من حشاش الأرض فحسن المعاملة حتى للبهائم وللمخلوقات الأخرى فضلا عن إخوانك المؤمنين والمؤمنات وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده امرأة بكثرة صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار وقيل له فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقطي يعني شيء بسيط جدا فقال هي في الجنة فحسن الخلوق حسن الخلوق مع قلة العمل الصالح كفيل بنجاة العبد من عذاب الله ودخوله الجنة والعكس صحيح كثرة الصلاة وكثرة الصيام والصدقات مع سوء الخلوق يؤدي بصاحبه إلى نار جهنم والعياذ بالله والعياذ بالله خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام نقسم نقسم حسن الخلوق إلى ثلاثة خصال قسم لا بد منه وهو السلم الأول والدرجة الأول في الوصول إلى القمة ألا وهو أن تكف شرك عن الناس تكف شرك عن الناس فلا تؤذيهم بلسانك ولا بسمعك ولا بجارحة من جوارعك تكف أذاك عن الناس هذا أول سلم حسن الخلوق ولا يسلم دينك إلا به ثاني الخصال ثاني الخصال أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك وتكره له ما تكره على نفسك وبه كمال إيمانك قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الخصلة الثالثة وهي القمة في حسن الخلوق هي الإثار أن تؤثر لأخيك ما أنت محتاج إليه بمعنى وبصورة أبسط تجوع أنت لتشبعه هو نعم تضر نفسك إن ألزمت الضرورة لكي يسلم هو إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك هذا ما دلت عليه الآثار وما كانت عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وخلد لهم ذكرها كتاب رب العالمين إلى يوم الدين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخلوق وأن يرزقنا التخلق بأخلاق النبي وأصحابه الكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله ربا فالوفا خير الخصال تلك أعمال حسان تصل العبد المعالي تلك أعمال حسان تصل العبد المعالي تلك أعمال حسان 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 تلك أعمال حسان